إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن محاولة الانقلاب لم تؤثر على علاقة تركيا الخارجية ولا على اقتصادها يلدرم أضاف أن هذا الوضع يعد مظهرا من مظاهر تجلد ديمقراطية المتطورة والثقافة السياسية في البلاد الكبيرة التي تنعم بالأمن والاستقرار مؤكدا أن النظام الديمقراطي والمؤسسات السياسية والدوائر الحكومية في تركيا تتابع فعالياتها دون تردد ترجمة نانسي قنقر